اشتركوا في القناة في اختيار شريك الحياة وممارسة العلاقة الزوجية كما هي في الكتالوج الالهي كما هي في كلمة الله كما هي مكتوبة لخيرنا لسعادتنا لنختبر ارادة الله الصالحة والمرضية والكاملة كل اسف ناس كتير بتستعمل الحاجة من غير ما تقرى الكتالوج بتاعها حتى في تربيت الاطفال بنربي اولادنا وبعدين نتعلم ازاي نربيهم في نصلح اللي احنا عملناه الاسهل قوي ان اتعلمها قبل ما اعملها اتعلم اختار شريك الحياتي قبل ما اختار اتعلم ممارس علاقتي زوجية قبل ما يكون عندي علاقة زوجية اتعلم اربي اولادي قبل ما ربي اولادي صحي ان شاء الله في المستقبل حنصلح الحاجات دي ان شاء الله واللي جاي يبقى احسن في حدثنا عن تربيت الاولاد اتكلمنا عن دعوة للتربية ربي ولدك في كتاب جميل اسمه ربي ولدك لدوبسون جميل جدا بالعربي هو عنده مجموعة كبيرة بالانجليزي لكن ترجم بعضها أشهرها ربي ولدك وتكلمني عن مبادئ التربية تكلمني عن 12 مبدأ 12 قانون يحفظ هذه العلاقة سوية يمكنني أني أستطيع أني أقوم بدوري نحو ابني أو بنتي وبعدين تكلمنا عن مراحل النمو المختلفة وفي المراحل دي فيه تحديات فيه احتياجات فيه إمكانيات فيه أهداف وبالتالي ليه دور أقوم به وفيه أدوار مختلفة عبر المراحل دي تكلمنا عن أربع مراحل من صفر لواحد ونص أو اثنين من واحد ونص أو اثنين إلى تلاتة من تلاتة لخمسة من ستة إلى حداشر وشفنا إزاي سلم بيتصاعد معنا إلى أن ندخل المرحلة الحاسمة الهامة والخطيرة مرحلة المراهقة مهمة أوي المقدمة اللي حنقولها دي تعريف تعريف هي ايه المرحلة دي ستانلي هول قال العبارة دي سنة 1956 ما لقاش دعوه بالعدوان السلاسي ولا أي حاجة زي كده قال هذه الفترة من العمر التي تتميز فيها التصرفات السلوكية للفرد بالعواصف والانفعالات الحادة والتوترات العنيفة من الآخر كده وبعبارة أخرى قال هي مولد جديد للفرد هي مولد جديد للفرد هي إعادة اكتشاف نفسي كإني بتولد مرة تانية كإني ببتدي من جديد فزي ما الولادة الأولى كانت بمخاض وعشان يخرج هذا الجنين للحياة هذه المرحلة بقى مش بضع ساعات هي بضع سنين عشان يخرج هذا المولود إلى رجل أو امرأة ناضج واضحة الفكرة دي تعريف تاني جبناها من كتب علم النفس بتقول كده إنها مرحلة انتقالية من الطفولة إلى الرجل لغاية 11 سنة أنا طفل مش كده طفل عند 19-20 سنة أنا بقيت ناضج أو مفروض أكون كده دي المرحلة اللي في النص اللي بتحول فيها الطفل إلى إنسان راشد أو ناضج مرحلة انتقالية من الطفول إلى الرجل تتميز بالتغيرات السريعة والشاملة للفرد التحدي جملة كده وبنعدي عليها وبعدين نقول الباقي هنا دي الجملة الكبيرة اللي يمكن ناخد فيها الحلقة على بعضها تحديات مرحلة المراهقة الهوية في مقابل غموض الدور identity versus rule confusion إن المراهقة ده هي حيحدد هويته ودوره في المجتمع أنا عايز أبقى إيه؟ أنا حبقى دكتور وعالج أنا حبقى مهندس أنا حبقى فنان أنا حبقى رجل أعمال أنا حبقى إيه؟ هويتي ودوري دي المرحلة اللي بتحدد فيها الهوية وعايز أبقى إيه؟ والدور اللي حلعبه في حياتي وفي المجتمع حتجاوز بناء على إيه؟ وحتجاوز مين؟ وحتجاوز إزاي؟ كل ده بيتكون في هذه المرحلة الهوية وإذا ده ما حصلش في غموض شديد في دوري وفي حياتي وفي هويتي حيتكون الهوية بقى دي أربع حاجات في الفترة دي في أربع صراعات بتتحكم في هويتي في مرحلة المراهقة دي اللي عند البنات بتبتدي بدري بتبتدي من 11 عشان كده قلنا من 6 إلى 11 فالبنات بيبتدوا من 11 إلى 18 أو 19 وبتتأخر شوية عند الولاد بتبقى من 12 عشان يخش 13 وبعيني 14 عشان كده بنسميها الـ Team Age المشكلة الأولى في الهوية هي الهوية العمرية المشكلة الثانية هي الهوية الجنسية أنا ولد ولا بنت؟ الهوية العمرية يعني ايه؟ يعني المشكلة ما بين هو أنا طفل ولا راجل أنا في النص دلوقتي صح؟ أنا كنت لغاية سن 11 سنة وفي التدائي كنت ايه؟ كنت طفل وبتعامل كطفل وأنا موافق أني أنا ايه؟ أني أنا طفل أنا دخلت أعدادي أنا في سنة 6 ودخل بقى الأعدادي أفهمني؟ أنا عديت 10 دي خلاص اللي هي من 1 إلى 10 دي خلصناها يعني دخلنا في اللفة ايه؟ في اللفة التانية بقت 11 و 12 خدت بالكم الحكاية دي؟ المشكلة الكبيرة هنا هي أنا طفل ولا؟ وأنا راجل هم؟ الكارثى الوالدين بيعملوه ايه؟ بيعملوه ان هو لزال ايه؟ طفل صح؟ فالوالد راح والوالد جه العيل ها؟ يعني ياريد نقول لواد العيل ها؟ العيال فنقول لزال ايه؟ العيال ها؟ كل ما بالنسبة لهم بتخليهم يعني يستشيطوا غضباً العيال أنا مش عايل أنا مش عايل هي دي المشكلة الكبيرة وأنا طفل ولا راجل أنا بين البنين أنا بخرج من المرحلة دي عشان هنا فلا أنا هنا ولا أنا هنا بيعملوني اني هنا بس أنا عايزة أبقى فين؟ أنا عايزة أبقى هناك بس أنا لسه مش ايه؟ مش هناك خدت بالكو؟ ده الصراع الأولاني ده التحدي الأولاني من أنا وإيه دوري في المجتمع؟ أنا بدور على دور وأنا لسه مش ناضج عشان أقوم بهذا الدور هل أنا ما زلت طفل أم أصبحت راشداً؟ أنا لا هنا؟ ولنا هنا؟ ده السؤال الكبير بتاعي هل لدي ما يمكنني أن أكون إنساناً زقيمة؟ ولا أنا لسه؟ أقدر أبقى زوج؟ أقدر أبقى زوجة؟ لا لسه صح؟ ما أقدرش حتى فيسيولوجياً في الأول لسه وبعد ذات شوية أقدر أبقى كده هو أنا أقدر أبقى كده فينفع أبقى كده ولا ما ينفعش أتجاوز دلوقتي ويبقى ضد القانون وأنا قاصر فهميني أنا هايز أقول إيه؟ في هذه المرحلة أنا لا هنا ولا هنا فدي الهوية العمرية الهوية السنية هوية العمر هوية الفئة العمرية الهوية الثانية وأكبر منها هوية الجنس الجندر أنا ولد ولا بنت إحنا وأطفال ما فيش فرق كبير بين الولد والبنت وبعد شوية البنات عايزين العبوا مع بعض والولاد عايزين العبوا مع بعض عشان اختلاف اللعبة اختلاف العنف اختلاف السرعة اختلاف طريقة التفكير مش كده؟ بس بعض البنات طبعاً بيحبوا العبوا مع أولاد لأنهم بيحبوا الكورة ما بيحبوش العروسة It's okay ما يجريش حاجة ما تتخضوش من الحكاية ديت مش قللت الأدب ولا أي حاجة يعني يعني مش دايماً البنات عايزين العبوا بعض والولاد بيعيزين العبوا مع بعض utt إحنا الكزنز بتوعot0 بنات كانوا يحبوا العاوبوا مع الولاد وبيحبوا يلعبوا مع أولotte فالحقيقة إحنا كنّوا مبسوطين جداً لأنهم ما عندناش بنات فبقى عندنا بنات وماما عندهمش اخوات فبقى عندهم اخوات وبنات وبيحبو اللعب بتاعتهم بيحبو الكورة وبيحبو الحاجات ديت فكوننا مبسوطين وده مش غلط البنت بتبقى بنت قوي بقى والولد بيبقى ايه ولد وبتتباني حاجات بقى تبقى مختلفة خالص الصوت بيتغير صح كده الصوت هنا بيخشق يعني الاول كان صوتهم زي بعض لما تكلم الاتنين ما تعرفش ده ولد ولا بنت ده قلتي خلاص يا ابني جراله ايه صوتك جراله ايه اتباحها ايه بقى راجل يعني صوته اتباحها مش كده وبقى نشعر يعني في شوية حاجات كتيرة قوي ابتدت تعمل ايه تفرقهم قوي عن بعض ياريت بس ما تفرقهم بقى ده بقى ولد وده بقى بنت وبقى عايزين ايه يحبوا بعض يعني يعني خدت بالكم يعني بقت كمان انا بقيت انا ولد بس منجذب للبنات وانا بنت بس منجذب المين للولاد فانا بنت قوي انا لو كنت بنت مش قوي ها وكنت مش عايزة لعب معهم وكانت بقت بنت قوي وعايزة لعب مع الولاد وانا بقيت ولد قوي وعايز قوي يالعب مع البنات الهوية الجنسية جزء كبير قوي من المشكلة ديت نتيجة لايه الهرمونات بتبتدي تضخ كم هائل من الهرمونات في الجسم ده توستيروني الناحية دي والاستروجي الناحية التانية وبعد شوية البروجسترون والاسترو فتبتدي يحصل تغيرات تغيرات في الشكل حنتفرج على الحاجات دي عندنا فيلم يتفرج على الحاجات دي تغيرات في الشكل في المظهر تغيرات في المشاعر والاحاسيس تغيرات في تكوين الاعضاء الجنسية تغيرات في البنت يبتدي جي لها حاجة كده اسمها اسمها الدورة وتبتدي تعمل افرازات غريبة بخور انا ببنزف ولا ايه العجاب يعني فيه حاجات مختلفة بتحصل شديدة جدا نتيجة هذه الهرمونات اللي بتغير شكل الجسم وبتغير الفيسيولوجي بتاعت غسم وبتغير المزاج والاحاسيس والمشاعر وحنتكلم عن خصائص كتيرة جدا نتيجة هذه الهرمونات فهذا تغير بايولوجي حقيقي وفيسيولوجي بيؤدي الى تغيرات في الجسم وفي المشاعر وفي الاحاسيس بشكل هائل عشان كده بيقول عاصفة عاصفة ومش عارف انا مالي انا اتغيرت كده ليه وانا حصل لي شكلي بتغير مش عارف بتتغير جسمي بتغير فيه حاجات جمدة بتتغير فيها جزريا زي ما يكون واحد طالع من الطفولة وداخل التكوين النهائي دخل الفرن عشان يطلع مستوي مظبوط مش عايزينه يتحرق في الفرن مش عايزين النار تحرقه عايزينه يستوي مش عايزينه يحصل له يتحرق ويطلع من ناحية التانية محروق وشايد واضحة واضحة المسأل ده يا رب ما حدش يسمعه فالمشكلة التانية دي اللي هي المشكلة الجنسية مشكلة الجنس الجندر مشكلة التالتة الاصدقاء احنا قلنا في المرحلة من 6 ل11 ده بقى لازال مرتبط بالبيت وعنده ولاء ولازال العيلة والفاميلي مهمة عنده لكن ابتدأت تبقى فيه مدرسة مش كده والابتدائي والشلة وبنلعب مع بعض والاخر والثريق وعايز الالعب وده مش متناقض معه مع ده التغيرات اللي بتحصل الشديدة جدا في حياة الشاب في هذه المرحلة بتدفعوا انه يبقى عايز يبقى مع اللي زيه دول اللي حاسين بالدنيا ديت بالذات ان مش كل البيوت بتفهم اللي حاصل معاهم مش كده وبتعامله كايه كطفل وعايز يبقى ايه راجل عايز تبقى بنت ديموزال مش كده وانا مش بعملها كده فانا ببتدي احصل في صراع مع مين مع البيت مين الملجأ بتاعي صحابي اللي زيه اللي البيت مش فاهمهم زيه واضح الفكرة فانبقى عاملين صورة وتمرد على البيوت المتخلفة الجاهلة اللي مش فاهمانا ديت واضحة اللي انا عايز اقوله فانبقى مفيش هذا التصالح ما بين البيت وما بين الايه وما بين الصحابي بقت صحابي وضد مين البيت فاصحابي بقى حاجة ايه مهمة جدا واضحة ديت صحابي بقى مهمين جدا كانوا مهمين في المرحلة قبلها بس كان فيه وزنة وتلازل تأثيري موجود دلوقتي تأثيري بقى ايه منعدم وبقى هم اللي بيأثروا فيها وانا في مرحلة اعادة الايه التكوين يا انها ربيض دي انا بتكون تاني وهخش الفرن واطلع الناحية التانية مستوي وانا دلوقتي بقيت ايه مش قادر ألعب دوري فبقت الاصدقاء الهوية دي هوية الشلة هوية الاصدقاء وضغطهم علي عنصر هائل في تكوين يعاصفة جديدة لان الاصدقاء دول مش زي بعض مش كده وفي منهم العنيف ومنهم الهادي وفي المجموعات الكويسة وفي المجموعات الوحشة صح كده فبيبقى تأثيرهم يا ايجابي جدا يا سلبي جدا المجموعة دي هتخدي كنيسة وتعلمني الصلاة وتعلمني قرية الكتاب ومش هندخن ومش هنروح للعادات المهببة دية يا اما هتخدني الناحية التانية هنمط من على الصور وهنيرام المدرسة وهندخن وهنشرب وهندمن وهنجرب صح كده وهنعمل كل الممنوعات فانا هروح الناحية دي هروح الايه الناحية التانية ايه اللي هتوقف عليها يمين الشلة 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 ليه الشلة مؤسرة جدا في المرحلة دية الشلة لانها جزء من تحقيقي لذاتي انهم بيدوني الهوية اللي انا ايه بيدور عليها بقت هي العيلة الجديدة اللي انا بنتمي ليها اللي بحكي لهم وبيحكولي بنقضي وقت طويل مع بعض بنتبادل المعلومات والثقافة البيت الناحية التانية فاقد تأثيره يا اما لان العيلة منقسمة يا اما بابا وماما مشغولين بالذات في هذه الوقت او انهم بيتخنوا معي طول الوقت صح؟ فما بقاش فيه ليهم تأثير فليه الفترة دي الشلة بتأثر علي عشان الهوية؟ عشان هم عيلتي وعشان عيلتي ما بقيتش بتلعب الدور اللي كانت مفروض بتلعبه او اللي مفروض تلعبه في هذه المرحلة اربعة انا داخل بنقص المرحلة اللي عملتلي ايه؟ شعور بالنقص فاللي حاسس بانه عنده نقص دوت هيقبل جداً الضغوط اللي تتفرض عليه من الشلة هيقبل هو حاسس بالدونية فاكرين الاندردوج فاكرين الاندردوج في شفاء النفس اللي هي اللو اه؟ اللي انا تحت امرك وعمل لك اللي انت عايز بس انت حميني هو بياجد حمايته في الشلة هو بياجد امانه في الشلة هو دلوقتي هم العيلة بتاعته مش كده؟ وهو عنده شعور بالنقص هو ضعيف فاللي هيقلهوله هي ايه؟ هيعمل اشرف ده هيشرف ده هنروح نعمل كده هنعمل كده هنتخاني هنتخاني النهاردة عندنا معركة مع الشلفنا هنية هيروح فاهميني؟ ما عندوش قدرة للمقاومة ما عندوش قدرة للمقاومة فالشلة هتأثر عليه بالذات لو هو داخل المرحلة دي باللي حصل قبل كده في المرحلة اللي فاتت بشعور بالنقص وشعور بالعجز فانعندي اربع اسباب بتخلي الهوية دي مؤسرة جدا فانعندي هوية السن عندي هوية الجنس الجندر يعني وبعين هندي هوية الايه؟ الشلة عندي هوية الشلة ايه لتأثيرات البتاعة الاصدقاء ان دي المرحلة اللي عايز اجرب فيها الضغط ده بيخليني اجرب اجرب سلوكيات اجرب اشرب اجرب ادخن اجرب امارس الجنس واتفرج على كل ما هو ممنوع وكل ما هو ممنوع صاره مرغوبا فالتجريب عايز اجرب عايز استكشف الحاجة الثانية الاكتئاب لان انا بحاول انسجم مع الشلة دي وبحاول اتأخلم معها وبحاول اجد الهويتي فيها وبحاول ان هما يحبوني وبحاول ان هما يقبلوني وبحاول ان هما يعوضوني عن عيلتي اللي انا مرفوض منها دي وعايز اقلق الاكتفاء والشبع فيها وتعويض عن كل الخسائر التانية طبعا انا باتعامل مع ناس متجراحين زي مش كده؟ ومتلخبطين زي وبيمروا بعصفة زي مظبوط؟ مش هما اللي هيدوني يبقر عليه ده هما هيلطشوني ايه؟ اكتر فانا هزن ان هما هيدوني وهجرب معاهم اللي بيقولولي عليه وهعمل اللي هما عايزينه عشان ابقى مقبول منهم لكن الزنب والمكايد والغيرة والصراع على القيادة واثبات الذات والبت دي انا كنت عايزها بس هو اخدها فهميني اللي هايز اقوله؟ فهميني؟ هيوصلني الاكتئاب فواحدة من مصايب الفترة ديت الاكتئابات والحزن والمشاعر السلبية الشديدة جزء منها بسبب موضوع الشلة ديت وده هيقديني الى ارتباك وحيرة عايز ارضيهم واللي بعمله مش مظبوط عايزهم يقبلوني ومش مختنع باللي احنا بنعمله انده صح فبيخلي عندي ارتباك وحيرة شديدة ومش قادر ارثى على بر البعد الرابع البعد الرابع للهوية ده في العصر الحاضر يعني لما نرجع تلاتين اربعين سنة فاتت ما كانش موجود الميديا خلي بالكوا انا وعمري انا وجنسي دول حكتين انا ونفسي وبعين انا والشلة وبعين انا والعالم الميديا العالم العالم الصغير العالمة اللي حصلت ديت اللي في الفترة ديت انا بخش على الميديا بتبقى بتلعب دور كبير اوي في حياة الشاب في المرحلة ديت ليه؟ ليه الميديا بتلعب دور كبير اوي اولا؟ ليه ضغطها هائل عليه؟ اولا لانها بتقدم له صخافة جنسية وهو عايز يكتشف هذا العالم بس في طريقتها عن طريق البرنو وده بيجيلك لوحدك مش بتدهر عليه انه بيجيلك لوحدك انت لازم تحط برامج تمنع الحاجات دي انها تجيلك لانها هتجيلك هتجيلك اوي بتدهر عليها والمجلات البلاي بوي ايام مش عارف زمان دي مش عارف ايه والسيديات مش عارف ايه دلوقتي هي كله مجانة بيجيلك لغاية عندك بتقدم لي مش بس صخافة جنسية بتقدم لي قيم ومبادئ بيضة لو فاكرين في شفاء النفس الميزان معاوك خالص القيمة في الغنى في الجمال في القوة صح؟ ده اللي بيقدمه دي الافلام الجمال المال القوة القوة ده القيمة لو انا ما عندش تلاتة دول ابق انا ضايع ابق انا صفر ابق انا صفر ابق انا صفر على الشمال بتقدم لي المفهل القدوة الهيروز موجودين في الميديا دول الهيروز لعبة الكورة الفنانين الممثلين مش كده دول الابطال اللي انا نفسي اكون زيهم دول الرو موديل ده القدوة اللي انا عايز اقتدي بيه ما عايز اكونه فتشويه بقى تشويه للجنس تشويه للقيم تشويه للرو موديل من البطل بتاعي اللي اتمنى اكونه في يوم من الايام فدي خطورة هذا الضغط بتاع الميديا ليه الميديا بتأثر علي تأثير كبير؟ ليه هذا التأثير على الشخص في المرحلة ديت؟ اولا هو بيعيد اكتشاف نفس وهو هاش هاش فاكرين في شفاء النفس واحدة من الحاجات الفولس برافتس الانبيئة الكذبة كانت الميديا فاكرين؟ كانت الميديا في المرحلة دي اكتر مرحلة الميديا بتلعب دور خطير جدا لاني هاش وانا طفل صغير هاش قوي عاجينة طرية جدا هم؟ بس ما فيش ميديا صح؟ ما فيش ميديا انا دلوقتي بقيت هاش قوي هاش قوي وفي ايه؟ وفي ميديا وفي ميديا ايه؟ ايه؟ بالالوان يابا وثري دي وفور دي وحاجة مايعلم بيها إلا إلا ربنا حاجة تانية انا ثائر انا متمرد في الفرطرادية هم؟ والميديا باب بيدخلني إلى عالم الثورة اش كده؟ باب مفتوح بيطلعني بره عالمي عشان اكتشف العالم الآخر المتمرد اللي زيه خارج المألوف تلاتة انا عندي حب استطلع دلوقتي عندي اكتشاف والميديا بيديني اللي انا بدور عليه اربعة المرحلة دي بتتميز بالخيال والعاطفية الخيال والعاطفية صح؟ الخيال والعاطفية بتالي أشهر أفلام مش كده؟ الخيال والعاطفية لو حطينا من العنف كمان تبقى اكتملت الصورة مظبوط فأنا بروح نحيتها أنا بروح نحيتها لأني ثائر أنا بروح نحيتها لأني عندي حب استطلاع أنا بروح نحيتها لأني عندي خيال وهي بتجبع هذا الخيال لأنني عندي مشاعر وعايز قصص عقوهية طول الوقت أحبوا بعثكم بعضا بطريقتنا يعني فأنا خطيرة جدا خطيرة جدا مؤثرة لسبب أربع أسباب وبتأثر في ثلاث جوانب رئيسية في فهمي عن الجنس في القيم والمبادئ وفي المثل والقدور أنا عايز أقف هنا قبل ما نخش بقى في المظاهر والتطورات والمراحل والآخر لأنني عايز نبقى استوعبنا إيه اللي بيمر بيه هذا الشيء إيه التحديات الحقيقية اللي قدامه وإزاي إحنا بكل أسف عدم فهمنا لده بدل ما بيرجعه لحضني بدل ما بابني كباري معاه بدل ما بسمح لنفسي إن يقوم بالدور الإيجابي وحنيه أنا بخسره أنا بخسره وبيفك القيود بينطلق والفخ انكسر ونحن إنفلاتنا إنفلات إنفلات واضح الفكرة ديت لو عاملته كطفل أخسره لو ما عاملتش البنت بنت أنت بنوتة بنت ديموزال أخسرها ومين اللي يقول لها كده ماما ولا بابا بابا للوقت الولد مهم ومين يقول للولد أنت راجل بابا برضه فبابا دوره كبير أو 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 في المرحلة دي لأن اللي بيوصل للولد إنه راجل لازم راجل لها وصدوشخيها راجل كده لما ماما تطبطب عليها وتقول له يا حبيبي أنت راجل فهو بالنسبة لها إيه سلام فهم قادرين نفهم كل اللي جاي مترتب على الأربع حاجات دول هوية العمر هوية الجنس هوية الشلة والأيدنتيتي أنا بنتمي لمين أنا الفلاك بتاعي أنا الرايا بتاعتي أنا عايز أكون مين أنا عايز يكون إيدوري أنا عايز يكون صوتي في المجتمع وأنا والعالم أنا والعالم أنا همشي مع العالم أنا هتعلم من العالم أنا هتأثر بالعالم ولأ أنا أو أثير أو أنا عندي حاجات أحسن من اللي موجودة أنا عندي فهمة عن الجنس أحسن وأقيم وأنضف وأروع وعندي قيم أفضل من اللي بيقدمها العالم ديد فاهميني؟ وعندي رو موديل رهيب عندي بطل حقيقي بطل 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 أي واحد تاني جنبه يبقى ولا عاجة عندي بطل أنا فخور بيه عارفين مين عندي يسوع الناصر عندي يسوع الناصر عندي دريل هيرو البطل الحقيقي عشان كده كمؤمنين وكأولاد الملكوت احنا عندنا الدعوة عندنا الفهم لطبيعة السن ده وعندنا الدعوة اللي نقدمه لهم هو شايف بابا البطل والرومدل ولا لا هو مقتنع بكم شايفكم نجحته شايف لي كدور سائر ليه عصبي ليه مش عارف ليه مكتئب ليه حزين ليه وقوم يحصلوا تعاني تفرج على الحكاية مع بعض ده اللي حصل لي في عمرك وده اللي بيحصل للناس كلها وده بيبني جسور بيننا وبينهم بدري بدري فيلم بسيط قوي عبارة عن شخبيط كده بس بيقدم فكرة واضحة تفرج على الفيلم مع بعض مكتئب ليه مكتئب ليه مكتئب ليه مكتئب ليه Okay, well, casters gather round for some real talk Today, we're going to talk about puberty That's right, boys and girls puberty It's a lot like having your brain taken over by a zombie virus Your face breaks out You start to smell weird You're constantly exhausted And you grow hair in places It may feel like you've turned into a zombie But there's a silver lining The exact same thing is happening to everyone around you Today, we're doing a slightly different wildcast that also happens to be a selfie We're going to explain what's actually happening in your body and more importantly mind Because right now you're probably feeling like something else is working the gears Today, we're taking you inside puberty Hey, listen What your mind and body are going through right now is definitely not nothing In fact it's a big freaking deal Your brain is pumping out chemicals that affect everything from your body shaped to the way you feel But why? Basically, your brain is trying to help the rest of you grow up In fact, according to researchers at Michigan State University during puberty your brain's job is to create new cells that help you properly transition into being an adult These cells are created in the amygdala the part of the brain that helps you handle social situations So, yeah these are the kind of cells you're going to need as you're going through middle school, high school and dealing with all the other stuff in between The other thing your brain is doing Ha ha It's flooding your body with hormones These are the chemicals that make you sprout hair in weird places and grow a foot and a half in a year It was really fun If you're a guy hormones make your voice crack in inopportune moments But I'm a girl I didn't have to deal with that Instead I found myself crying in terrible moments even when everything was just fine But what does it mean? Well, I'll tell ya It means you're going to gain about 17-18% of your adult height You'll gain some weight too Don't worry This is normal Your limbs will elongate at alarming rates And your feet and hands will grow It's awful Who wants to sign up? But you know what? Here on Wellcast we're not going to focus on the physical aspects of puberty Ha Believe us you will be well aware of it when it happens It's impossible to miss Oh my god The more confusing part of dealing with puberty though is the emotional consequences You might be irritable at times Have heightened anxiety And your self-esteem might take a hit So How do you deal with puberty? Well We've got a few pieces of advice to deal with this period in your life Get it? Period? Tip one Don't be embarrassed to talk to someone who's gone through this Puberty is a super confusing time So it's helpful to vent to someone who knows exactly what you're going through Remember Every adult has been there Some more recently than others The first thing from the film The film He works What do you do? What do you do? What do you do? With the change and the changes and the changes He's been He's feeling about this You're feeling يقول له روحه. انا مالي جرالي ايه? ما تقولوش مالك انت جرالك ايه? انت لازم تيجي وتقول له تعال بص ده اللي بيحصل لك. فيه خلايا جديدة بتتكون. فيه هرمونات بتحصل. بتأثر على مشاعرك. بتأثر على عطفك. بتأثر على توزيع الشعر في جسمك. وعلى البصور اللي بتطلع في وشك. يعني ابسط حاجة نقدر نقولها. البنت لغاية السن ده امورة. تخش بقى في الفترة ديت اللي عايزة تبقى منوتة الولاد بقى يعجبوا بيها تلاقي وشها ابتدى ايه? يطلخبط. وطلع فيها حبوب وشكلها اوحش. في الوقت اللي ايه عايزة تبقى ايه? امورة بتوحش. فتوص في المراية اللخبطة دي. لو انا ما عنديش ثقة في نفسي اصلا وحصل لي ده وحشيت. ام? في الوقت اللي انا عايز الولاد يقولولي يا امر. كارثة. كارثة. انا مش عارفة ان دي مرحلة هتعدي. انا فاكر ان انا نازل في مزلقان ورايح للهوية. عشان كده الصورة اللي طلعت هنا بيقولك بيبان كأنك واحد اللي قايمة بين القبور الهياكر العظمية ديت. يشكلك. يعني مش انت. مش انت. يعني ارجعوا لصواركو في المنطقة ديت. حتزعلوا من روحكو قوي صح? فمش انت. لا قابلك مش كده. الفترة قابلك مش كده. وبعدها انا حلويت كده ليه? انا مسخيت كده ليه? ده التغيرات اللي موجودة. انا عايز اقف هنا واسمع ازا كان فيه اي اسئلة تتعلق بالتحدي. احنا مش بنتكلم عن مظاهر ولا علاج. احنا فهمنا المشكلة ولا لا. فضالي. فضالي. اه التحدي عندنا يا ابونا ان ان الولادين في سن مراهقة هما اللي اتنين. وفي حتة الاصدقاء اللي ان صحبنا مختلفين عندنا. فبنتكلم كتير يقول له احنا بنحبهم قوي. ومنقدرش نستغنى عنهم وهم اصحبنا ومن تربي يعني من صغلنا مع بعض في المدرسة وفي النادي. وما تخفيش احنا مش بنتأثر بهم خالص. احنا على قد ما نقدر بنصلح حاجات لما بتظهر حاجات وبيجوا يحكولي. فلان بابا بي عامله ومش كويس وممت ومش عارف ايه وابتدى يشرب سجاير وانا زعقتله وانا نصحته وكده. يعني عن مستوى الاخلاقي بيحس هما بي مش بيتأثروا وبينصحوا اصحابهم. فين المشكلة? المشكلة انا خايفة. الان عليهم يعني يكملوا مع اصحاب مختلفين عندنا مش 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 في التعليم. لا مش في التعليم. في القيم. نخليها القيم. بس هي في اختلاف اكبر شوية. ده هيحصل. وقبل كده قدر اختار له اصحابه. في المرحلة ديت. ده خلاص ما انا مش هبقى سازك. ما اقدرش اختار له اصحاب. فخايفة خلي خوفي جواكي. ما تطلعيهوش. وإلى تخسري. وإلى تخسري. افهمي الصراع. احنا عايزين نتكلم بس عن فهم الصراع اللي جواه ده. فهم اللعبة الربعية ديت. وتأثيرها الهائل عليه. الرولر كوستر ده اللي هو الاسمه ايه الرولر كوستر? اسمه ايه? اسمه ايه? القطار الحلزوني. الخطار العلزوني. اللي هو ركبه ده. اللي طالع به ونازل. ها? هو لازم ابقى فهمه. وبعين هتقول نعمل ايه? هم? فأنا بس عايز نبقى احنا متفاهمين المشكلة. سئلة تانية في الحتة دي. ايوا. انا عندي سؤال يعني مرتبط اكتر بحالة ممكن تكون موجودة عند بعض الناس اللي هم عندهم طفل طفل واحد. ازاي وانا في المرحلة اللي قابل كده اكون بجهزه لمرحلة المراهقة انه دايما بيبقى فيه عند الاهالي خوف من الدخول من تو اكستريمز. ان احنا ندلعه قوي 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 او نديله ثقة زيادة جدا في نفسه. او ان احنا نبقى شدين عليه قوي عشان ما يطلعش ما يطلعش متدلع وكده. فاللي انا بسأله بالتحديد ايه? الحاجات اللي يعني حضرتك تنصحنا بيها في التعامل مع الاولاد في المرحلة اللي قابل كده اللي هي من من ستة ل11 وفي مرحلة التأكيد على هويته. علشان ما يطلعش في اي من التطرفين دول. طيب حاجاتهم من ستة ل11 اللي هي ما قبلها. الاثناشر مبدأ اللي قلناهم. دي الفترة الاثناشر مبدأ مطلوبين بالكمال والتمام. ان في حدود وفي حب وفي تقديم. وفي حرية وفي ثقة وفي حنان بلا حدود مش دلع. فيطلع عنده ثقة بنفسه حقيقية مش زايدة. ما فيش حكس ما ثقة زايدة. ثقة زايدة ده كبرياء. وده صورة من صور ايه صغر النفس. ثقة بالنفس ان انا مش متلخبط في روحي. ان انا عارف امكانياتي. ان انا ناجح. تنتوني. فانا متصالح مع نفسي. مش حاس اني اقل من غيري ولا حاس اني احسن من غيري. ده وان احنا صحاب. وفي علاقة قوية بالذات لو ولد في علاقة قوية مع باباها. ولو بنت في علاقة قوية مع باباها. يعني يعني خلت بالكم اللاجهة دي. فدي المرحلة اللي لازم نبقى اصحاب عشان نخش على العاصفة اللي جاية ديت. واحنا ايه واقفين على الارض صالة. فدي النصيحة. لو دخل وعنده الشعور بالنقص. لو دخل وعنده حاجة من بتوع الاربع مراحل اللي فاتت موجودة. العاصفة دي هتكسره. مش كده. لو دخل وما عندوش اللي فات دوت. ومتصحبين. مش حنبقى متصحبين زي الاول. هنحكي في الحكاية ديت شوية. ونتكلم فيها. هنعدي. 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 وهتبقى فترة جميلة جدا جدا في تكوين هذه الشخصات. فنصحتي الاثناشر مبدأ. يتطبقوا بالكمال وبالتمام. ما فهمش ازار. ما فهمش ازار. لان ده واعي وفاهم ومدرك النهاردة. واي اخطاء في اللي بعملها ديت. تأثيراتها تأثيرات حتمية واكيدا. ارجو اكون واضحة. عزيزي مشاهد احباي اشكركم. عشان متبعدكم لينا. هذه الحلقة. نلتقي في حلقة اخرى. الى ان نلتقي. المصيح معك. امين. مدرس المسيح. مدرس المسيح. مدرس المسيح. اشتركوا في القناة.